نروح لموضوع تاني فيه ناس بتكون مهتمة بالدخول في موصولة جينيس للارقام القياسية حتى ولو كان الامر من خلال اشياء صعبة جدا زي الناس اللي بتدخل جينيس لانها مثلا اكلت اكبر غيف في العالم او شربت عدد كبير جدا من لترات الميا او المشروبات الغازية مثلا فيه وقت قياسي مؤخرا بقى فيه رجل من ولاية كاليفونيا الامريكية دخل موصولة بعد نجاحه في تناول 3 حبات الفلفل الحار للغاية في زمن قصير الراجل ده ياسمين قدر يكل الفلفل اللي بيعتبر من اشد واقوى انواع الفلفل الحار في العالم واللي اسمه كارولينا بيبر في اقل من 9 ثواني الراجل علق على الامر ده وقال فيه التدرب على محاولة كهذه يتعلق الامر بالميكانيكا وذاكرة عضلات الفم لذا فانني اقوم بتناول فلفل حلو صغير لاجعل المضغو البلع يستجيبان الاستجابات التلقائية عند انتقالي للفلفل الحار بتحب الفلفل ياسمين؟ لا ما بحبوش بس انا عايز اقولك رأيي في الموضوع ده انا حاسة الموضوع يعني مش مستحقة قوي جينس لان احنا عندنا في مصر ممكن فعل فول والطعمية يبقى جنبه 10 فلفل حار عادي يعني فمش شايفة ان هي واو بالنسبة لك كواصريين ولا انت اي رأيي؟ الفلفل ولا الايه؟ انا بلاقي يعني انا قصدي انه حتة انه هو اكل 3 فلفل انا عايز اقولك انا بعش اشطة ياسمين بحطها ممكن اضيفها على كل انواع الاكل الجبنة البطاطس كل حاجة بس لدرجة 3 فلفل ورا بعض وكده بس مش بزميتك ممكن تلاقي حد مصري عادي بيفطر على عربية الفول ممكن يأكل خمسة فلفل يعني ده كلنا هناخدش الجنس واكتر بكتير جدا فانا مش شايفة فيها اختراع يعني احنا عادي لا احنا عندنا في مصر الكلام ده مش مش نادر ولا احنا عندنا بنكل الفلفل زي بنكل كده اي حاجة عادية فيعني يعطيها ناسبية كمان اه بالضبط يعني وبعدين زي ما انت قلت بحبي تاكل اكل سبايسي واغلب البيوت المصرية اصلا لو مش هيحطوا الفلفل اللي هو قرون الفلفل يعني هيحطوا فلفل اصواني يعني شطة اصواني بس ذات عادي يعني احط شطة على كل حيات ماهمناش على فكرة يعني متجنس خالص يعني بس